بلا شك فوقت واحد الصباح وانت تقطر ديارك بحال هكذا لم أعرف ما تصور له هزتي تليفون كنت تصوره وحطيته في مجموعة ديار وسولتهم شنو الحل لهذا الطائر هذا وكانت تعليقات على هذا الشكل هذا كل واحد أشكاك يقول لك تصور له لكن انت قبل ما تصور دك الطائر تحطه في هذه المجموعة واش ما فكرتش تعرف شنو السبب اللي خلاعي ولي بحال هكذا هالشي اللي غادي نشوفه في هالدرس انت قمرات باصل مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة عشاق الطيور في درس جديد وهذا المرة هنتكلموا على واحد مشكل اللي كيعاني منه بثاف ديال الموربيين واللي هو تشخيص المرض وهذا اللي كيخلي موربي الطيور انه يطيح في الخطأ ديال تقديم العلاج الغير مناسب واللي كيتسبب ليناء في الموت ديال العديد من الفراخ كل سنة او النقطة غد انتطرق لها وهي التسيف والخطأ المتداول على انه تسيف مرض لكن الصحيح هو تسيف ليس بمرضه وانما هو ناتج عن مرض المع كيسيف الطائر سواء كان ذاك المرض كوكسيديا او ميجا باكتيريا او اي مرض اخر الى اخره كيخلي ذاك الطائر انه يضعف ويتسيف كيولي الصدر دياله بحل شي يسيف بحل هكا لكن للأسف كالقوب السيف ديال الناس كيبدو عليك عطيه هذه وعطيه هذه بلاست مي يمشي قلب على السبب الرئيسي اللي خلال ذاك الطائر انه يتسيف وذيك ساعات مقدره مقدمه لها العلاج وتاني مسألة اللي خاص المربين يعرفوها هو انه مكينش علاج نهائيا بدون شخيص للمعرض وباش تسهلوا المؤموري على الناس اللي غدا تعطيكم العلاج بلاست مانك تصور طائر فوسط القفص وطلب من ذوك الناس يعطوك العلاج بحالي لذوك الناس عندهم ميكروسكوب في عينيهم غايقدر انه يشوف ذاك الطائر من وسط القفص ويقول لك العلاج فمن الافضل انك تشبط الطائر من القفص دياله وانما كانش يظهر عليه المرض في الجسم دياله خارجيا فاش غادي تدير هنا غادي تهز ذاك الطائر وغا تدير شوية ديال الماء في صباعك وغا تنحي لي هريش دياله ديال البطن دياله شوية لي منه شوية ليسر وحتى تباليه البطن دياله بواحد شكل واضح وغا تحاول تدير لي واحد الفيديو فيه تقريبا عشرة ديال التواني ويكون واضح وغا تدير تاخد لنا واحد صورة ديال البوراز دياله اعزكم الله ومن الافضل انه يكون بوراز جديد يعني ما فيتش خمسة دقائق باش يلاحطها الطائر وتقدر تصفتها لنا على الرسائي ديال الصفحة اللي ستلقاه الرابط ديالها في الوصف التحت وثالث مسألة هو اللي هي الكينة الخضراء او الكينة ديال تبوريشا او تقوبيرا كي نقولوليها في مراكش واللي هي مضي الصفحة ديال تصحاب الطيور طفية الحال ماشي هادي وإنما هادي واللي كنلقاه بزاف ديال موربين ديال الطيور غايت يبلع الطائر دياله تنفخ ودار عنده في وسط كتافه يمشي عنده مولطير كيقول لي ها اش عن الطيور ديالي يجبد ديال كيقول لي سرعطيها هادي صفحة غايت تعالج بغيت غين فهمكم على الاخوان بان ديال كي ما مكتوب فيها بانها هي كتصلح للسالمونيلا والكوكسيديوز او الايكولاي او الاسهال لكن هي ما كتخدمش بواحد الشكل اللي فعال تقدر انك تقضي بها الغرض او توقض بها شوية ذك الطائر بينما وجتي الدواء اللي مخصص لذك المارض اللي كين في الطائر وكتقدر تعطيها بعض المرات الى اعطيتهم مجموعة ديال الادوية اللي مخصص لذك المارض اللي عندك في ذك الطائر لكن ما عطاوتها شي نتيجة تقدر تعطيها هي ممكن انها تعطيك نتيجة لكن ما تعولش عليها بواحد الشكل اللي كبير او انها غادي تعالجك في بعض المرات تقدر تعالج شي امراج اللي كتكون يالله بادي او عندك شك بانها راه يالله بادي ذك الامراج لكن باش كي يقول المرض انها في وصل واحد المراحل متقدمة تف هاد الحالة هادي ممكنش لذك الفنية انها تعالجوه وكنت منها حتى من الناس ما تبقاش تعتمد عليها بواحد الشكل والمسألة الاخيرة اللي غادي اندوع عليها في هذا الفيديو هذا واللي اتهي مهمة بالسف واحد السؤال اللي كيتطرح دائما في المجموعات بيال الطيور سواء كانت في واتساب او في الفيسبوك كتلقى دائما الناس كتبقى كتقارن العلاج الطبيعي او العلاج بالادوية البيطارية وكيبقى كيقول لك الفرق ما بيناتهم وش كون فيهم اللي فعال وش كون اللي مفعال شكتر او ش كون اللي عنده ضرار على الطيور غير هو اللي خاص ان المور بيعرفو هو انها كين واحد الحل اللي خير منهم بجوج وفعال عليهم بجوج واللي هو الوقاية علش الوقاية الى كنتي كتمقيت القفوصة ديالك والارضي دي اللي قفص فيها دائما الشبكة وصرابتك يتبدل فيهم الماء بشكل يومي وكانوا قفوصة ديالك نقين وهد شي هذا كيخليك انك تفادى انك تسخدم الادوية سواء كانت طبيعية او كانت بيطارية او بشعرية اما فيما يخص الفرق بيناتهم فراه ما كينش واحد الفرق لاننا غنحتاجهم كلهم لانه كين بعض الامراض اللي كيعالجهم طبيعي وكين بعض الامراض اللي ما كيعالجهمش طبيعي وكيعالجهم غير الادوية سواء كانت بيطارية او بشعرية وكين بعض الامراض اللي غنحتاجوا فيهم العلاج الطبيعي وبالادوية البيطارية او ادوية البشعرية فلهذا سنكونوا محتاجينهم كاملين ومن الأدوية اللي كان نصح كل مور بأنه يكونوا متوفرين عنده في المنزل دياله سواء كانوا عنده الطيور مراد أو ما كانوا عنده الطيور مراد المهم يحطهم عنده في المنزل دياله كحتيات وأولهم هو خلتفح خلتفح ما يخصوش يخطاك من الطار نهائيا وتاني حاجة هي فلاجيل سواء كان ثانيت أو كان سيرو وتالت حاجة هو مضاد حياوي الأفضل يكون لاموكسيسيلين وهذا من أفضل أدوية اللي خاصهم يكونوا عندك وضروري خاصهم يكونوا عندك في المنزل وما يخطاكش على طول السن وهذا الفيديو هذا غادي يكون بداية ديال واحد السلسلة اللي غادي نسميها تعلم كيف تشخص الأمراض ديال طيور ديالك وإن شاء الله غادي نبدوها من الفيديو الجاي وكل فيديو غادي نحاول أنني نتطرق لواحد نمارض موين ونحاول أننا نوصلوا المعلومة الأكبر عدد ديالناس وبغينا تقريبا نقاع الناس اللي كترق بالطيور تقول لك تعرف تشخص الأمراض براسها بلا ما يحتاج أنه يمشي حق فيديو في شيم جموعات وكيكتروا عليها الآراء والتعليقات ودير لي هذي وطبخ لي التفاح وعطيه المدينة الحمص وهذي وهذي وما كيعرف مدينة لك الطائر وكيف يبقى ذلك الطائر تكيموت فمن الأفضل أنك تعلم كيف تشخص الأمراض لراسك وتلقى العلاج لراسك ثم تعول إلى التشيح المهم هذا الشي اللي كين في هذا الفيديو هذا أنا هذه المرة لا أريد أن نقول لك اشترك أو اشترك في القناة إذا أعزب كل محتوى ستشترك بلا ما دي نقولها لك ونطلقها في فيديو جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة